اختمت مشاورة تعديل الدستور برئاسة الجمهورية 40 يوما امتدت من الاول جوان الى الثامن جويلية سمحت لأحمد او يحيا وزير الدولة مدير دوان رئاسة الجمهورية بعقد 144 لقاء او يحيا المكلف من الرئيس بوتفليقة بادارة المشاورات اجرى سلسلة جلسات مع شخصية وطنية واحزاب سياسية وفاعلين اجتماعيين واساتذة جامعيين والمسعى التوصل الى اوسع توفق ممكن حول مشروع تعديل الدستور اما لمقاطع المشاورات فان باب المورادية لا يزال مفتوحا امامهم في المضمون طرحت جملة من التعديلات على الارضية الاولية التي وزعتها الرئاسة على المشاركين على طاولة النقاش تبرز نقاط التقاء ومست العودة لتحديد العهدات الرئاسية بعهدتين تعزيز صلاحية الوزير الاول ترسيم اللغة الامازيغية دسترة منع التجوال السياسي تجسيد الفصل بين السلطات نقاط يمكن في نظر من حملها لقصر الرئاسة ان تمنح تجانسا اكثر لنظام الحكم وتكريث دولة المؤسسات لكن الطريق لبلوغ دستور توفقي تعترضه نقاط تتصادم فيها وجهات النظر وتتمحمر اساسا حول الذهاب الى منحلة انتقالية تحديد نمط الحكم اعادة النظر في تركيبة المجلس الدستوري ووظيفته استحداث محكمة دستورية فالنقاط محل الاجمع والمسائل الخلافية كلها افكار لا زالت مطروحة للنقاش تقبل الاخذ والرد في انتظار ان يضع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية تقريره النهائي بين يدي رئيس الجمهورية اي مصار سيحدده الرئيس للمصادقة على المقترحات الاستفتاء الشعبي ام البرلمان وهل ستنال تلك المقترحات صفة التوافق التي تبحث عنها السلطة والمعارضة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر